في العراق السباق للسيطرة على تجارة وطاعات المخدرات أصعب بكثير من أي ملف آخر لا سيما مع تحكم الميليشيات والأحزاب بهذه التجارة هنا في محافظة بابل لجأت السلطات إلى العشائر للمساعدة في تفكيك شبكات الاتجار وطاعات المخدرات بعد عجزها المتكرر حقيقة أن الموضوع ساخن يعتبر من الموضوع الساخن والذي هو أشد خطورة من الإرهاب ومن داعش فإن شاء الله نكون يد واحدة بالتوجيه والتوعية والمكافحة وللحد من هذه الظاهرة المميتة أمام هذه الدعوة يؤكد شيخ العشائر استعدادهم للمشاركة بشرط ضبط الحدود وفرض عقوبات قاسية على مهرب المخدرات سيكون القرار بكسر أو فصخ هذا الإنسان المتعاطي أو متاجر للمخدرات أعتقد سيكون ابن العشيرة يوقف ويحد من هذه القضية على الجانب الموازي يرى شيخ العشائر في بابل أن عجز الحكومة عن وضع حلول للأزمة الاقتصادية فضلا عن عدم معالجة المدمنين هي عوامل تكرس تجارة وتعاطي المخدرات في العراق التعينات تدري للمواطن أيضا تحارب هذا القضية قضية الفساد قضية الإرهاب أنا تدري من أن نروح لدائرة وهذا ويجي رأيك ببعض ما أفكر بقضية أخرى لا أفكر بتجارة المخدرات ولا غير المخدرات يجب أن تكون مصحات حتى تحافظ يعني تدري أنت إذا حكم هذا المتعاطي وراح بالسجن وبعدها من يرجع يجب أن نقضي على هذا الموضوع من خلال معالجته أمام هذه المطالبات لا يزال ضعف قوانين مكافحة المخدرات في العراق سببا لانتشارها بحسب ناشطين حقوقيين خصوصا مع الفساد الجاري بتحويل المتاجرين قضائيا لمطاعطين لتخفيف العقوبة فضلا عن سلاح الميليشيات المنفلت والذي يحمي التجار ويسهل إدخال المخدرات للمدن العراقية من إيران